موسيقى اشتركوا في القناة تانيوس اشتركوا في القناة ونطر تعليقاتكم على الصفحات كما احبتوا هالكاركتر ونطروا هالكاركترات غيرها وحايف سمعكم هالغنيات جرحونا برمش عين يا عين وكلامهم مسنا سألونا تبقوا مين مين قدمنا نفسنا قولنا احنا للأمر يا أمار معرفش ذلنا الناس طلعوا الأمار وأمار ننزل لنا سدي أنت الحب نعمة جاي أغلى من الزمان معها أحلان اسمه من ناس المغرمة من ناس المغرمة دور على الحب تلقى بوجوده الدنيا حلوة واندقت قلبي بقى عايش وياه بشكوى قولنا احنا للأمر يا أمار معرفش ذلنا الناس طلعوا الأمار وأمار ننزل لنا أتمنى أن تكون هذه الغنية نالت أعجابكم ناطر تعليقكم الكثير شكرا 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 حلو كيف رافايال اليوم حبي سمعنا شي ما صرت له الفرصة بعض انه يسمعنا هيدا ستيل لحديث اليوم بالأكاديمي حبيت تشويس الأغنية ولكن كن لازم ينتبه في وقت بديو يغني هيك غنية رافايال بدو يركز على تفاصيل المغنى والعرب أكتر لأنه كان فيه أشياء بالعرب كان لازم تكون دقيقة أكتر ومشغولة أكتر بس صوته لرفايال أحسن يعني عم يعمل كنترول أكتر على صوته كإنسترومنت كآلة فيه رنى أكتر بالصوت عم يستعمل نفسه أكيد أحسن من قبل ولكن بعض النوطات العاليين ما عم بيقدر يطبق التكنيك عليهم وهيدا بدو شوية وقت بعد رافايال جميلا بقدمنا دايما إشا كتير حلوة وبزكاة وبين انه شاغل عليها هلا فيه شغلة هالنوع الغنى بيّن ضعفه شوي بأوقات كان عم بيعطي نزال أوقات كان عم بيعطي صح أوقات اللون كان الرنى كانت كتير كتير حلوة بهيك نوع غنانة بعد مش سي بتصوته بس إن شاء الله بالمستقبل إذا دايما بياخد نوع هيك غنانة بيصفي بيتحسن وبيتقدم بسرعة موفق نقا من بعد ما ظهر حبي يختار أحلى شي هو حبه وعمله بالأكاديمية اللي هي هالشخصية اللي هو بيعتقد واعتقد إنه الناس حبوها مع إنه هو ما بيعرف بعد برا ويمكن بيوصلوا شوي من السوشيل ميديا رجع عطل ناس هيك شغلة صغيرة هو عملها وحبوها وغنى غنية جديدة هيدا جرأة منه بهالمرحلة هيدا إنه غنى غنية مش مغنى مثله من قبل عم بيحاول يعني عم بيحاول قبل ما يخلص البروغراما وقبل ما هو يفل يعمل كل شي ويجرب كل شي وهيدا شغلة منيحة رفيال شاب عم بيشتغل كتير من الناس اللي عم بيشتغلوا كتير مروره كان حلو بالبرايم وهلأ مروره حلو ومن الشباب اللي عم بيتحسنوا يعني عم بيشتغلوا المشاناك عم بيتحسنوا بالنسبة للمرور رفيال حبيت شغلة حطتها فوق كستاتو على الإنستا أنه كم نريد من يمكن لمن واحد بده بيقدر يوصل ورافيال هو نموذج التلميذ يلي عن جد من وقت من حطنه مني أول أسبوع ما وقف ولا تك يشتغل حبيت هالكاركتير يلي هو تبنيه وشغلة حلوة أنه يعمل كنتينويته بس يظهر من الأكاديمي يعمل كنتينويته لشي خلقه بالأكاديمي حبو الناس أو ما حبوه لكن عم بجرب يعيش كاركتير كبر معه أو يخلق معه كبر معه بها الأكاديمي وهذا شغلة ذكية وحبيت أنه ما غنى بالكاركتير يعني هيك لثلاثين سانية عيشنا يليه وكأنه هالكاركتير ممكن يرجع يطلع علينا بحلقات صغيرة بنكة مهضومة هذا الشيء طريف منه منذ ما يكون تقيل الدم يعني تقيل الدم يعني أنه يجي بده يفرض كاركتير على العالم وحبيت أنه بطريقة خفيفة لأنه بعده مش متأكد إذا عن جد هالناس حبيته أو لا بهالكاركتير التلميذ بالستار أكاديمي مفروض يغنوا كل الأنواع وأنا عن جد اللي حبيته اليوم برافاييل أنه يعرف يمكن أنه صوته مش قد هالنوع ولكن تحدى نفسه وغنى وعم بجرّب يغنى هالنوع الطربة هيدا جرأة أكيد بغض النظر عن الأغلاط اللي ممكن يقع فيها لأنه يمكن صوته متل ما قلته مش مجهز لهيك أنواع ولكن بحس أنه رفاييل عنده الإرادة أنه يضل يتمرن مثلا إذا حدا نعطاهك أغنية يضل يتمرن تيجيبه مظبوط وهيدا الإثبات يعني هيدا البرهان بياللي قدم لنا هي اليوم أنا مع أنه هيدا الأغنية شوي بيانت يمكن المشاكل اللي بصوت رفاييل وكل صوت في مشاكله ولكن الأنواع الغنائية هي بتبين أو بتخفف هالمشاكل اليوم حسينا شوي بالنزال حسينا رفاييل أخذ صوته لهالمطرح بس أكيد أنه إذا تمرن وشتغل على هيك أنواع رح يتحسن لأنه هو بحب يطور حاله المشكلة فيها أنه هو حفظ على زوء وغنيها بطريقته بأسلوبه أنا بشوف فيها إيجابية وفيها سلبية الإيجابية أنه حط إحساسه فيها السلبية أنه مثل ما قلنا راح صوته على النزال بيان العرب اللي مش كتير نضيفه بيانة الرسوات مش كتير واضحة لو حضره أكتر مثل ما حضر المشهد مثل ما حضر شخصية بتخيل كان غنى أفضل من هيك وإن شاء الله كمان نقدر نحنا نشتغل معه هيك نوع تنساعده أكتر أنه يغني بتقنية وحيرفية